علاقة طبيعة علاقة كات وومن بصديقتها او ده سؤال كويس انا اتصوق يعني هما سابوها تحتمل التفسيرين ان احتمال تكون كات وومن كانت صديقتها ومتبنيها يعني كبنت صغيرة لقيت نفسها في العالم ده وعايزة تضمن سلامتها او كلام زي ده او ان كات وومن تكون يعني بتلعب بوكس تو بوكس فام يعني بتدفع وتهاجم معندهاش مشكلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البوستر والكوستر وي ار جاهزين منقشة بحرية حرق مع الستريم تبدأ الان رأيك في البوستر ما عرفش ملوش شخصية اوي بس مش ده البوستر الوحيد اللي احنا شفناه فيه البوستر التاني اللي كان سوط فاحمر اوي ده اللي مخلص للثيم بس كان فيه باتمان اللي واحده كان صايع بس مش من الحاجات اللي توقفت عندها كتير هو اللي طالع في الاخر ده جوكر ولا توفيس جوكر توفيس ايه اللي في اركم ده ايه مشهدك المفضل من الفيلم مشهدي المفضل في الفيلم احتجاز باتمان في الاسم بتاع البوليس وتدخل جيمس جوردون لتهريبه عجبني الحالة البانيك اللي صحي بيها باتمان واجتماع الناس عليه والتضارب في الاراء ما بين هل هو مجرم ولا لا او الكلام ده النقاش سرعته وتدخل جيمس جوردون وان جيمس جوردون كان عنصر فعال هو بطل المشهد اصلا ممكن يكون المشاهدين مفضلين تصميم الباتمان المبتدأ عبقري بس هل ده فعلا باتمان مبتدأ انا مش شايفه مبتدأ قوي هو في السنة التانية هو عارف بيعمل ايه اه ما عندوش اه تراجعات كتير ما عندوش تصرفات حمقاء كتير ما عندوش اخطاء كتير الجير بتاعته والادوات بتاعته ما وصلتش للشكل الامثل بس ما هياش ضعفانة وما هياش تعبانة وما هياش سيئة اه فوصف مبتدأ مش حاس ان هو في محله قوي لكن الوصف اللي في محله هو في السنة التانية التغير الاهم بالنسبة لنا هو الارك بتاع الشخصية يعني دي السنة مش عايز يقولك ان هي السنة اللي قبل ما يبتلي عايز يقولك ان دي السنة اللي تحول فيها اللي لفض فيها الغضب واللي لفض فيها رغبة الانتقام وتبنى فيها دوره كالحامل اساسي للمدينة جوثن شايف ان روبرت باتمان مناسب ايه روبرت باتمان ده روبرت باتنسن يعني في دور باتمان انا شايف ان هو كان مناسب جدا باتمان في رأي حضرتك كان شايف ان ريدلر معاها عشان كده ما كانش بيدور عليه او مش مهتم ما هو مين لا خالص هو من الواضح من الاول ان هو شايف ان ده مجرم ان هو قام بجرائم عنف ان هو قام بجرائم قتل مهتم جدا ان هو يقبض عليه بدليل ان هو بعد ما تمسك كان بيكلمه بحالة كبيرة من الكراهية وحالة كبيرة من الغضب لو انت تخيلت اللي ساني ان انا كنت بشتغل معاك او مهتم ان انا اشتغل معاك او معجب بالان انت بتعمله وتبقى غلطان انت مجنون الكلام ده كله بس التحقيقات نفسها النمط بتاعها مش حاس انه كان اكتر حاجة موافقة انه فعلا في اوقات كتير ما توزنش زي ما قلت في المراجعة انت المفروض في كل الافلام اللي شبه الافلام دي بيبقى عندك التزال ما بين حاجتين ما بينك عاوز تمسك المجرم بس في احيان تانية فتفيت البريد البريد كرومز اللي بيسيبها لك فتفيت العيش اللي بيسيبها لك بتثير فضولك بتبقى عاوز تعرف هو ده هو عاوز يوصلني لايه هو كشف ايه هي حقيقة الفساد اللي موجودة عاملة ازاي هنا الميزان ده مش عايز اقول انه ما كانش موجود بس كان مختل شوية بس اعتقد كانت مقصودة لان باتمان لسه في البداية لاي مش محتاجة بيبقى في البداية ولا مش في البداية انت قرارك في التحقيق مش مفروض انك تكون تمشي ورا الكلوز اللي هو بيقدمها لك وبس المفروض انك عندك رغبة في انك تمسكه صدق او لا تصدق التوازن ده موجود شوية في باتمان فوريفر وباتمان فوريفر فيلم ابسط بكتير من الفيلم ده انا مش بقارن ما بينهم بشكل مباشر بس باتمان اللي هو اللي كان بيحاول يقبض على ادوارد نجمة كان عنده توازن ما بين الحاكتين دول كان بيتبع الريدلز بيحلها بيلعب اللعبة بس هدفه الاساسين هو عاوز يمسك ادوارد نجمة ده في الفيلم ده متوفر اعتقد في مناسبة واحدة بس لما راح الجنازة هو ما راحش الجنازة عشان خاطر اي حاجة غير انه غالبا المردرر حيكون هنا المجرب حيكون هنا فدي الحتة اللي فيها شوية توازن بس ما كانتش متوفرة بشكل كيف هو ليه اساسا سلم نفسه كمل الكوست بتاعه رغبته الاساسية كانت الوصول لانه يقتل كارمين فالكون ووصل لده وخلاص هو ما كان شايف زي ما الحاجة تانية ما تبقى من الخطة مش دوره هو هل شايف ان الفيلم كان فيه مشاهد ملهاش لازمة كتير مش ملهاش لازمة بس مكررة ما حاولوش يخلقوا فيها تنوعه كافي مشاهد باتمان مع جيمس جوردن شبه بعض مشاهد باتمان مع كات ومن شبه بعض الحاجات دي كان ممكن نخلق فيها تنوع غير اماكنها غير سياقها غير العام بتاعها مرة يبقى غضب مرة يبقى اختلاف مرة يبقى كلام زي ده هما دايما بتقولوا في نفس المكان بيقولوا نفس الكلمتين طريق تهديد الريدلر فكرتني بسو شوية ده هي دي المقارنة الرئيسية اللي مزعلاني من التصنيف الرقابي بتاع الموضوع انت شفت انت شفت اكيد شفت سو شفت جيك سو لما ظهر وعرفنا شخصيته الكلام ده كله في حاجة تخوف جيك سو طريقة كلامه شكله الريزنينج بتاعه الكلام ده كله في حاجة تخوف كان عنده هستيريا كان عنده تشنج كان عنده غضب كان عنده حاجة بالطريقة دي انا بتكلم على شخصيت جيك سو اللي هو الحقيقي لما ظهر البني ادم العيان المريض الكلام ده كله فيوش اي حاجة تخوف وبيتكلم بريزن وبيتكلم بهدوء ومعندوش اي مشكلة على الاطلاق ومع ذلك انت مرعوب منه عشان انت شفته هو عمل ايه انت شفته هو يقدر يعمل ايه شفت بحزفيره ما خباش عليك حاجة ما قالكش ده كمية الدم كبيرة وفي الاخر انت ما شفتش دم لكن هنا طلع وتشنج وتشنج كويس وعمل هستيريا عمل هستيريا كويس وعمل رسائل وبرق في الشاشة وصرخ وصوت وخضط وعمل كل حاجة في الدنيا وما سرخه مش خايف منه لان كل اللي انت عملته اضحكالي بس ما شفتوش هل وجود كات وومن كان ضروري للحدوتة دية اه اه لا صعب علي اقوي ان انا افتكر ان هي موسيقى تصورية سبتت معايا اكتر بس دي حلوة اقوي شخصيتها سبتة من ساعة التريلر كمان ما حسيتش ان تمثيل بول دا انه كان اوفر دا طوب شوية هو بيقدم شخصية مجرم سايكو باتي احلى حاجة في الفيلم انه جاب حتة انه ابو وامو مش مثاليين زي باقي افلام باتمان دي دا اللي كنت اقصده بحتة ان الفيلم دا كان عنده بعض الخدع وعنده بعض التوستات ودي حاجات لو حوصفها حوصفها بالشجاعة برافو عليهم جدا انهم اعملوا كده فكرة ان ان سلينة كايل بنت كرماين فالكون انا معرفش خلفية دا في الكوميك بوكس عملها ازاي بس ما فيش ولا فيلم قدمها قبل كده دي حاجات فيها شجاعة برافو عليهم خلوا الكلام كله المرة دي كلام سينما خلوا الكلام كله كلام افلام مش كلام نظريات وكلام رغم ان فيه وفي حاجات بطريقة داية بس اللي احنا عملين نتكلم عليه كله عملين نتكلم على الفيلم لا عملين نتكلم على الشخصية ولا تاريخها وكانت في الكوميك بوكس عاملة ايه ومش في الكوميك بوكس عاملة ايه ودي من الحاجات اللي عجبتني جدا. انا انا قلت ساعة لما اعلنوا ان الفيلم ده مش هيبقى وحيبقى بي جي تارتين اقولت نصبر ونشوف هل الصدمة المشاهد عامل مهم في الفيلم ده ولا انا بقول ان هو كان عامل مهم وافتقاده خلى التهديد كله على بعضه مش مبلوعة او ما وصلش للدرجة اللي احنا متخيلانها او الدرجة اللي انا كنت اعتمناها وحلها لان انت صممت جرائم من ابشع ما يمكن فعلا وري هلنا بقى سنتا ورد هلناش ليه عشان الريتن عشان الفيلم طويل لان لما يبقى فيلم طويل والريتن بتاعه هيأثر جدا على الدخل بتاعه جون تورتسورو كان جامد ومحدش بيشكر فيه والله انا عملت اللي علي يا دوت انا الرجل الرجل عنصر محوري في الفيلم سواء على مستوى التاريخ بتاع الشخصيات او على مستوى الاحداث بتاعتنا قتلوا اصلا كانت نقطة تتحول الرئيسية في الكويست بتاع دريدل مفيش اكتر من كده والجدع عامل دور هيل شوية تحس اه هو مجرم وكل حاجة وما فيا بص ولكن في حتة علاقته باتمان او في علاقته بعيلة وين ممكن يكون صديق للعيلة ممكن يكون معرفش مين وبعدين تكتشف ان هو بمنطهة البساطة التال قتلة ما فيهوش اي نوع من انواع المقام الاجتماعي اللي ممكن يكون حاول يكسبه لك اتناء الاحداث وتشوف الوشين من الممثل عنده مشاهد كتير مش مشاهد قليلت ما حسدش انك كنت عايز تعرف اكتر عن الرومان مدايقكش اكتر الاشارة لي من غير ما نشوفه ايه الرومان ده ماروني اه سالفاتور ماروني لا ما ما حاسس انه هيا رجع يلعب معنا دور لان خلي بالك اه هو دلوقتي المفروض ان هو في السجن هو ما ماتش وما انتهاش وحددته مش بالضرورة تكون خلصت وانت عارف بقى الالعيب بتاعت المحاميين والمرحلة اللي ممكن يخش فيها هارفي دانت للمجرمين اللي بيبقوا ومع ذلك بيخرجوا والكلام ده كل فانا حاسس انه ممكن يرجع انتوا حاسين بكده ولا لا هو ما ظهرش اصلا ده اني كنت عايز عارف اكتر عنه ممكن يبقى فيه مساحل كده انا مش شايف ان الفيلم كان ناقصه شخصيات مشاهد قطع السلك وتضحية ما كانش في محله خالص مع انا ما حصلش مع انا ما حصلش حاجة لا بيبين لك ان هو اصبح عنده استعدادا ان هو يضحب نفسه لصالح المواطنين بتوع المدينة وده مهم جدا في التحول بتاعه هل ضروري يموت علشان نصدق انا ما كنتش حابب انا ما كنتش حابب انا ما كنتش حابب انا باتمان يموت في الفيلم ده مش عارف انتوا اي رأيكم اخدت بالك من لقطة المنشط اللي خده باتمان لما قغم عليه دي غالبا ممكن تبقى تمهيد لشخصية بين فعلا انا خدت بالي من المشهد وحاست ان هو برضو من الايستر ايجز اللي ممكن نستنى لها للمستقبل يعني بس موقفتش عنده كتير محسدش ان هو ولا خرم ولا حاجة كويس شايف ان باتمان ما قدر يقترب من دريدلر الا لما انكشف نفسه علشان هو كان ماشي على اجندته دي من المشاكل اللي عندي مع الفيلم كله انا روبين ممكن يظهر في الاجزاء القادمة عايز له اختراع فكرة بقى الريفرنس اللي عملوه في الافلام اللي قبل كده بتاعت السيرك ومعرفش مين او اللي عملو بان هو كان زابط صغير وفي الاساس اورفن وفي الكلام ده محتاج لعبة جديدة وهم عموما اثبتوا ان هم عندهم استعداد ان هم يبقى عندهم شجاعة في طريقة تقديم جديدة للشخصيات زي ما عملوا مع فاتمنى ان الاختراع بتاعها يبقى جامل في ناظرية بتقول ان الرجل اللي كان مع العصابة اللي كان خايف هو روبين الاسمر حلوة حلوة وجميل تتفق ان الفيلم قدم جوثم على اكمل وجه بالفساد اللي فيها وعدم الاستقرار ومبسوط ان احنا جرينا في ده مش هنقع بقى نعيش الوهم ولسه حنكتشف وكلام زي دوت يا سيدي هي خرابة وكل اللي فيها حرامية ونصابين وقتلين قترة تعال بقى نتحرك له قدام آه فير جدا بكل تأكيد ومقارنة ممكن تكون محيارة شوية وفي تقدير الشخصي باتمن بيجينز يا تفاقل ان ويتش كاتيجوريز ديو تنك باتمن بيجينز طبت مور آآ بروس وين تايم الاخلاص اكتر للجونرا لان الفيلمين الجونرتين بتاعتهم مش شبه بعض الجونرا بتاعت باتمن بيجينز ما كانش فيها عناصر الغموض قد ما كانت فيها عناصر الاكشن وعناصر التحول اللي هي الوريجن ستوري بتاعت الباتمان دي مش علشان برضو اللي اختلاف يكون واضح ولكن بنشوف التحول الرئيسي في شخصية البروفايل بتاع البطل آآ فوانت بتتكلم على الجونرا اللي هي دعوة بوريجن ستوري انا شايف ان باتمن بيجينز ما فيهوش فجوات ما فيهوش مشاكل خالص لو احنا بنتكلم دلوقتي على فيلم نوار فده باتمن فيه مشكلة او كنين ما هواش سالك بنسبة مية في المية وتضيف عليها العامل بتاع المور بروس وين تايم آآ كريستين بيل ممثلش اللي في الفيلم ده في تقديري شخصي ما بقللش من اداي او دارك نايت او دارك نايت رايزز بس ما خدش سكرين تايم فيه الصراع بتاعه بجد والتحول بتاعه بجد غير في باتمن بيجينز بل ادعي انه ممكن يكون ده اكتر وقت اخده ادي اي باتمن في اي فيلم حتى الان فيتالي انقطت دول كافيين جدا وبشكل عام انا شايف ان ده باتمن بيجينز فيلم اقوى ومسلي اكتر ممكن يكون فيه فجوات فعلا بس تجربته امتع بالنسبة لي اختلف معك في دي الفيلم ده بطيء وطويل تعال ان نسمي الامور بقى اسميها ده واقع يعني الاولانية ما كانش كده باتمن بيجينز ما كانش كده فيه ناس كتيري بتقول ان الفيلم خالي تماما من الكوميديا انا مش موافق قوي على الكلام ده شايف ان ده بنجو انه وفر لحظات كوميديا فكرة اخفاء تفاصيله بالكامل وبعد كده الاخبار اللي ظهرت بان فيه ميني سيريز هتبقى الوريجين بتاعته تاريخه ووصوله لكونه رجل رجل عصابات فاحنا حنشوف التحول حنشوف في المسلسل هو ابتدى ازاي وغالبا حنشوف بقى شكل اقرب لكولن فرل اللي احنا عارفينه وبعدين نشوف ازاي تحول التحول ده واعتقد ان ده يبقى مثير جدا للاهتمام وهو عموما اداءه في الفيلم هايل فكرة بس انه هو موضوع تشابه مع سيفن فعلا الاجابة بتحسك في سيفن بصها رايس هتقول لي سيفن هتقول لي زوديك هتقول لي جيكسو هتقول لي اي حاجة في الدنيا كل الافلام دي كانت اجرأ فمش عارف مش 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 حاسس ان المقارنات في محلها اوي التأثر على العيني وعلى راسي بس جمد قلبك بقى ما تخش ار زي الناس عجبتك فلسفة الريدلر او عجبتني انها رسيطة ما فيهاش الاه راية الكتير والااا والاてعمق الكتير اللي كان مطلوب علشان الجوكر ومش بقول ان الجوكر في الدارك نايت ما كاناش مفهوم لا كان مفهوم بس كان اه كتير اوي وعشان يتوصف محتاج تتكلم كلام كتير اوي المرات دي الوضع ابسط من كده بكتير الراجل ده راجل سايكوباتي الراجل ده شاف فساد حاول يحلوا متأثرا على قد فيهم الشخصي بمهمة ده باتمان بس جوكر ما ينفعش توصف كلمتين زي دول خالص ايه رأيك في جوردن عجبني جدا عجبني انه مش ديكور لان هو بيوقعوا في الغلطة دي كتير معاه في افلام كتير انه هو بيبقى مجرد ديكور قدامنا على الشاشة ما بيعملش حاجة تعتقد ان جوكر ده هيبقى جامد ولا جارد لاتو لا انا مش هيفد جارد لاتو ضحية عك فخلصنا بقى خلاص يعني فكرة انك تحاول تريستورو تاني ديت كمان يا انا مش زيك انا ما كنتش قلقان من بين بالشكل ده بقى بس طبيعة التهديد بتاعت بين مش شبه طبيعة التهديد بتاعت دريدلر دريدلر ضعيف هو نفسه بيقول انا ما قدرش استاند اب افايت انا ما قدرش اخش احارب حد ولا خانق حد ولا اضرب حد ولا كلام زي ده فهو ما عندوش غير القصوة بين ما كانش عنده ده بين كان عنده البلد والحر عضلات والقدرة القتالية والمعرفش مين فالتهديد بتاعه نابع من فكرة انه ممكن يموت اي حد في اي لحظة ممكن يأذي اي حد في اي لحظة وصعده التهديد دوات الاقصى درجة بان هو ازبات من شخصية وتمكن منه تماما المرة دي ما عندناش ده وادات التهديد بتاعته الفيلم متحفظ فمش قادر يبينها لك عجب اختيار باريكيون للجوكر جدا 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 دو يرسل في فيفر يا جماعة ورجع وشوفوا افلام باريكيون ده ونصحكم بفيلمين بالتحديد دا كيلينج اوفا سيكريت دير وامريكيون انا انا كانت مشكلتي مع باريكيون في الاول ان انا شفت في دونكيرك وشفت في دا كيلينج اوفا سيكريت دير وقلت فاين ده راجل كده حيفضل محصول في الادوار السايكوبوتاية الغير مفهومة للابد وعدين شفت في امريكا في امريكا اناملز وتأكدت انه عنده رينج هو عنده نطاق طبعا الجوكر مش هيخدم النطاق ده حيخليهم تلاتة واحد بس لا الواد الواد جامد قوي بصراحة ريدلر شبه جوكر جدا لا مش مفروض خالص مش مفروض جوكر ازا جانجستر يا جماعة الجوكر في بعض التقاويل بتاعة الكوميك بوكس ازا جانجستر بلتجي ريدلر مش كده ريدلر بيخاف ريدلر من احلى المشاهد ليه في الفيلم لما كان بيأتاك العمدة في الاول خالص وفضل واقف قدامه وراه فترة طويلة مش قادر ينفذ الجريمة خد وقته عبال ما تجرى ونفذها تصريحات مات ريفز عن الجوكر مش حلوة ليه قال انه بيسرق في الاستوريو ايه رايك في اداء روبرد نيرو بدور البطري هو ايه مين 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 دحك من في مشهد في مشهد البنجون وهو بعد ما ربطوه سابوه خدوه العربية ومشي وهو بيجري وراهم انا الوحيد اللي تحط في كل القاعة اصلها ريفرنس ايزا بنجون شايف علاقة الفرد وبروس مختلفة شوان الفيلم السابقة لا ما تفرقش كتير عن صورة سيد نولان حتى الان اتمنى يخلقوا فيها حاجة جديدة في الافلام اللي جاي جوردن بارد شوية هنا لا جوردن هادي بلاش نقول بارد يا جماعة بروس وين في الفيلم دوت هادي العملية مش عملية تصريخ وصويت وتشتيق وتشليت يعني دردلر قتل سايكوباتي فمن المفهوم انه هو في اللحظات اللي حيتصدم فيها حيبقى له رد فعل عنيف او رد فعل هستيري ده مقبول لكن ليه جوردن يبقى عنده رد فعل هستيري ليه الفرد يبقى عنده رد فعل هستيري ليه بروس وين يبقى عنده رد فعل هستيري مش مبرر في البروفايل بتاع الشخصيتهم ملوش معنى ودي تحديات وعشان كده جايبين ممثلين كبار يعني روبرت باتنسن الراجل دوت اثبت نفسه قبل كده واقعاد اثبات نفسه المرة دي جيفري رايت اعتقد من العيب ان احنا نتكلم عليه اندي سيركس يا جد عنده الكانو بيجيبوه عشان يدي تعبيرات لكائنات صعب تطلع منها تعبيرات الراجل ده ما عندهش اللوش اصلا يعني فدق فيه ومشوف التحولات والصراعات اللي بيمروا بيها جوردن بن نارين طول الفيلم او طول الحدوتة بتاعتنا يعني ما بين ايمانه بالسيستم وما بين ايمانه بالفتجيلانتي ومش عارف هو المفروض يكون على انهي جانب اكتر وعشان كده بيحب مشهد البريسنج جدا المشهد الاسم ده لان ده المشهد اللي اختار فيه ده المشهد اللي قرر فيه هو مع مين اللي شم فيه ريحة الفساد وما بقاش قادر ينكرها هل بقى اصرخ هلقى الخطبة هل ام لوش بدرعته زي ما انا بعمل كده انا بعمل كده عشان هو مثل خيبان لازم اعود شاور كتير جيفري رايت ولا جاري اولدمان جاري اولدمان علشان عمل تلات افلاق بس عشان البات مبيل يا جماعة صعب صعب انك تقارن فيلم بثلاثية فما بلاش نقارن عناصر تم تطويرها ودراستها وتحللها على مدر تلات افلام بحاجات لسه شايفينها الاول مرة دلوقتي خلوا الحاجات دي تخوض رحلتها الاول وبعدين نتكلم ينفع ان نقارن فيلم بفيلم بس ما فينش نقارن فيلم بثلاثية صعبة قوية هو ايه اللي خفوه في الريدلر بسبب التصنيف عشان مش عارف الجرائم تفاصيل الجرائم الدم القتل الفران اللي كان عاملهم دول عملوا ايه انا لغاية دلوقتي يعني انا مفهمتش الموضوع بتاع الفران ده غير لما ركزت فيه كتير قوي هم عملوا ايه بالزبط هم هببوا ايه بالزبط هو ايه اللي حصل هو عمل الفران حطه في مسيادة وبعدين عشان تعدي من المسيادة فتاكل الرجل من الزرنيخ اللي حطه ما توريني هدا لسه حاعد لي ما توريني ما تعلل تقييم الرقابي وتفرجني الله اما ايه ما الجبان قوي هل النهاية كانت اطول من اللازم لا ما حسدش كده رايقتنيش يعني بس محترم ان في حد يحاسب كده بس نادرا ان فيلم سوبر هيرو مايبقاش بي جي ثرتين ونادرا ان فيلم نوار مايبقاش ممكن توضيح اكتر لتصنيف النوار اا النوار يا جماعة اللي هو هم شوية عناصر طالما توفروا في الفيلم اصبح هو ده تصنيفه اللي هو اا فيه جريمة اا فيه مجرم فيه محقق المحقق بيحاول يوصل للمجرم وفي رحلته بيبتدي يكتشف ان الجريمة اوسع من كده وتأثرها اكبر من كده وفيه موزة ضروري في موزة لو ما فيش موزة يبقى الفيلم واقع مننا تماما خلاص والديكتف ستوري ديت ليها شوية شواهد على المستوى التقني وعلى مستوى السرد انه دايما بيكلمنا دايما فيه صوت راوي ولو حد نزعج من ده في الفيلم ده بالتحديد فده كان ضروري جدا علشان نسبت ونرصخ تصنيف النوار والكلمة نفسها نوار يعني اسود فاحنا مشاهدنا اغلبها هتكون بالليل اغلبها هتكون في الاندر جراوند اغلبها هتكون في العالم السوفلي وحاجات زي كده فهو ده الموضوع هو ده التصنيف العناصر ده طالما توفرت اصبح هو ده اللي هو بيحاول يعمل ايه اهمية الموزة شرشلة فام يا دود اي قصة في الدنيا تجرد العنصر الانثاوي من ان هو المحرك الرئيسي لكل العواطف بتاعت الشخصيات فهو عمل منقوص ده انا مش عارف انتو ازاي بتتغادوا عن موجود كات ومن تفكير غريب قوي في الفيلم ده بصراح هي الجنب العاطفي هي الجنب هي البلايند سايد بتاعت كل الشخصيات ده تفتكر ده هيوصل لمستوى هيت لاتجر انا اتمنى ان هو ما يحاولش يجمعه اي شيء بهيت لاتجر وانا اتصور ان هو اخد الشكل بتاع الكارتون مش الشكل اللي اتقدم في دا دارك نايت شكل باتمان اهو على قد ما انا فاهم في في الكوميك بوكس في باتمان وفي دا دارك نايت ودول مش شبه بعض قوي في كل حاجة يعني اهو من الاتنين مين لنفس الشخصية بس الارك مختلف والطبيعة مختلفة والصراحة مختلفة والفيجولز مختلفة وكل حاجة مختلفة فانا عارف الجوكر اللي شعره مش طويل الجوكر اللي شعره اخضر وعمل زورج مايكل من هنا وعنده الابتسامة المبالغ فيها عنده مش 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 شكله مش عادي يعني في فيه مش زي ما عمله كريستوفر نولد فانا انا حابب ان احنا ناخد سكة وناخد سكة ونختلف تماما ونشوف بقى الشخصية دات لما حاولوا يعملوها قبل كده خلوا فيه ايه ناقص ونشهد تطور عشان كده انا من الناس اللي ما بحبش عايب قوي في الافلام القديمة بتاعة تيم بيرتن وبتاعة جويل شمخر والحاجات ديات دي كانت تطوير على الواقع اللي موجود وبعدين الحياة بتتحرك لقدام وانت بتطور اكتر الازمة بقى لما تيجي تطور ولاقي نفسك بترجع خطوات الورا مش بتتحرك لقدام يا دود انت شكلك ما بتحبش دارك نايت انت شكلك نور اوى يا دود شممكن انت المفروض تكون محقق انت المفروض تكون محقق في العالم الصفلي ويا ريت الصفلي طريقة ما تخلكش تتكلم تاني انا هثوي ولا زوي كرافتز كاكاتو زوي كرافتز مشهد انفجار النائب العام كان جامد بزيادة ولا انا الوحيد اللي عجبني لا جامد جدا مشهد الجنازة كله من اول والاخر جامد جدا هل راح يدخل باتمان روبرت باتنسن عالم دي سي لا 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 ده ده حاجة في يونيفرس لوحده اسمه ده باتمان شيرد يونيفرس افلام ومسلسلات باتمان بتاع روبرت باتنسن العالم اللي اسسه ما تريفز هو ده ريدلر ده ريدلر ليه ما هرب بعضه ما ما طالق رصاصة عشان عاوز يقابل باتمان هو ازاي معجب باتمان وفي نفس الوقت كان حيموته قبل ما نفس خطته لأ كان حيموت بروس وين مش باتمان دود هو مش الريدلر انتصر وعمل اللي عايزه فلسفته نجحت هو كنز علان ليه بقى في الاخر انه تصور انه حيبقى امبريست باي ده باتمان ان ده باتمان موافق وحيبارك كل اللي هو عامله ومش هيحاول يفشلوا الخطوات الاخيرة في المخطط بتاعه كيش رائيك لو جوكر خوكين هو اللي طالع في المصاحة آآ ما ما ينفعش راح كان يبقى حلو لو اكتشفنا ان هم الاتنين في نفس العالم طبعا بس هم ما ينفعش والاتنين مش في نفس العالم عشان الاتنين حيتحركوا هلأ زندات مختلفة ده التمن اللي دي فانك تبتدي تجيب ممثلين من اللي كانوا رفضين في الاساس فكرة ان هم يشتغلوا في كوميك بوكس موفيز لان هم عارفين ان هم مش عاوزين يمضوا عقود طويلة الامات اخوكين في نكسوش عايز يقعد مزبط اجندة حياته على اجندة حياة دي سي لما تحب تعمل فيلم فيه جوكر فلا درجة ليه كلمة قوي وليه صوت قوي وداخل عارف ان هو طوق انقاذ بالنسبة لك قوي فما ينفعش تخطط عالم بالسهولة دي مشكلة انا مش تتعني الفيلم ده ازا كان فشل دي سي ما كانوش هيكمله دي مش بتاعي دي سي بقى دي بتاعة العالم كله دلوقتي يوم كلهم بيستعبطوا بي يعيشوا الدور الفاكسان ده اللي هو والله هو فيلم واحد لحد دلوقتي ونعرفش هنعمل فيلم تاني ولا لا نستنى نشوف ردود الافعال نتمنى من الناس انها تخش الفيلم وتشجعه علشان يتشجع الستوديو ويعمل جزء تاني وهم اصلا قاعدين بيبعاتوا ويتاد دوتو وهم وما بعض على الترابيزة بيعملوا في الجزء التاني حنصيها على بعض هي واحنا تلاميذ زي ما بتوع ديون عمل وزي ما دول بيعمل وزي ما كل الافلام بتاعمل وبعدين يستنوا لغاية لما يشوفوا الملايين عملها تنهامر عليهم من كل ناحية ويقولك شكلها كده بقينا نعمل جزء تاني بقى يا جماعة نعمل جزء تاني ولقى عندنا افكار حلوة للجزء التاني وحنقعوا بقى نكتب السيناريو وهم تلاقيهم بتاعملوا يصوروا اصلي زي المسلسلات برضو لهم يقولك والله ده يمكن حسب ردود الافعال تشجع وبتاعهم بيصوروا في الموسم الرابع رخيصة رخيصة يا امريكانتي رخيصة تفضل ان يفضلوا نوار في كل اجزاء لا لازم ينفضها اصلي عنصر رئيسي في النوار ان العلاقة ما بين البطل والمزة تكون لسه في اولها يعني هو بيقع بيقع في احداث البتاع فانت هتكلش واحد تجيب لي مزة ولا حنقعد ننسى ونرجع نكت كتها تاني وبعدين الغموض كل مرة هتجيب لي واحد ما نعرفش هو مين لا لا لازم ينفضوا بس هي الفكرة بقى لما ينفضوا حيتبنى انهي شكل حيتبنى انهي مدرسة شديني يعني تريلر شدتني نعيز شوف الفيلم كلهم بس عموما التريلرز في بتاع ده باتمان لما شفنا الفيلم اكتشافنا ان هي كانت جايبة كل حاجة تقريبا كانتش احسن حاجة في الدنيا احنا تصورنا انه هيبقى فيه غموض اكتر وكان فيه بس مش قابل هي الضحكة اللي كانت في المصحة دي لجوكر لانا تقريبا مش كنت مركز تكونت المشغول في ايه عبد الرحمن تكونت قاعد فين في السينما يا عبد الرحمن مين اللي كان واخر عقلك في فيلم ده باتمان يا عبد الرحمن ايه يا دود انا دلوقتي بس عرفت انت مخلص الانترنت على ايه عبد الرحمن اكتر مشهد عجبني الفايت الاولانية بتاعت دول وانا طبعا مشهد الطيران جميل يا جماعة مشهد الطيران هيل بس اللي كان على وشه وانا عارف لازمة اللي كان على وشه يعني هو ومش فقرة افكار. هي الفكرة القسانو عايزة يبقين لك انه خايف. لان تقريبا دي حاجة بيعملها الاول مرة او من المرات القليلة اللي بيجربها فيها او حاجات زي كده فهو خايف. بس مفصولة بنت اللي زين عن الكرومة اللي وراها ما كانتش انضف حاجة يعني. مش عارف ما بيستغلوش ليه في الحاجات دي. هم مين الكلاونز اللي كانوا في الاول. اه عيال كده بات من دخل شطفهم. هو بيكسر دراعه ليه? لماش هتضيقني اوي. من الحاجات اللي بت بتدرسني اوي في في افلام العنف. في افلام الجور يعني. مش التقطيع ولا الدم ولا الحاجات دي كلها الكسر العظم. بيقوليني اوي 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 لما حد يضرب حده بعدين يروح عامل حركة يكسر له دراعه ولا خليع له كدف. يعني انت عارف ان كل التقطيع وكل الهربادة وكل الكمدات اللي انت عملتها هداية اخرها غرزتين تلاتة بتاع ما عرفش مين. انت عارف الكتف اللي انت خلعته ده حيقعد قديه في العلاجة الطبيعي? ايه اللي استهتار ده? يعني همسك الجدع ومسكوا من دراعه وراح واكلوا اه تلات اربع طلطشات على وجه. ليه بعد كده تخلع له كتفه? ليه? ليه يا باتمان ليه? this is why nobody likes you على فكرة. يا انت شايفه بيحاربك اوي حيرجع يرد عليك مثلا. خايفه يديك بوكس يكسر لك المسك. اه اه مزدان. انا مظنش ان احنا عندنا جديد نقوله صح? نرفع الحظر بقى واقوم اجيب حاجة كلها. واشوف لو حنحطب ولا لأ. اه مرسي منقشة جميلة انا استمتعت بيها. ونورتولي حاجات كنتشو اخد بالي منها فاااا اشكركم اشكركم اشكركم. واتمنى ان تكون منقشة عجبتكم انتو كمانت.